درجات حرارة حول معدلاتها نسبة لمثل هذا الوقت العام وأجواء مائلة البرودة نهاراً وظهور للسحب المتفرقة وتفاصيل هذه الأحوال الجوية بعد هذا الفاصل الباطون الرغوي للعزد الحراري من أيريوم لفارج باطون الأردن حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده سيتي مول مكانك المفضل تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري أعزائنا متابعين تقص العرب أسعد الله مساءكم من المتوقع بمشيئة الله أن تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها نسبة لمثل هذا الوقت العام في يوم الغد وكما نشاهد هنا في تفاصيل خراءة درجات الحرارة الواردة لدينا كما نشاهد في هذه الليلة تبقى الأجواء باردة في معظم المناطق أما في ساعات نهار يوم الغد تبقى الأجواء لطيفة في معظم مناطق المملكة على أن تكون مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية ولطيفة في باقي المناطق بما في ذلك البحر الميت والأغوار والعقباء بمشيئة الله في هذه الليلة في العاصمة عمان متوقع أن يكون هناك ضباب خفيف درجة الحرارة تصل إلى 7 درجات مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 18 كم في الساعة وفي ثلاثة أيام القادمة يوم الخميس 14 نهارا إلى 7 درجات ليلا ارتفاع بسيط يوم الجمعة إلى 17 درجة مئوية وأجواء مشمسة 11 درجة ليلا ويوم السبت ارتفاع آخر لتصل إلى 20 درجة مئوية نهارا و12 درجة في ساعات المساء ومن العاصمة عمان إلى باقي مناطق المملكة ونبدأها شمالا من إربد يوم الغد من 18 إلى 9 درجات في المفرق من 18 إلى 8 درجات جرش 18 إلى 9 درجات عجلون 16 إلى 8 درجات مئوية أيضا في ساعات الليل وكدرجة حرارة صغيرة في عمان 14 إلى 7 درجات في زرقاء 18 إلى 9 في البلقاء 16 إلى 8 مادبة 14 إلى 8 درجات في البحر الميت 24 إلى 16 درجة مئوية مع ظهور بعض الغيوم المتفرقة في الكرك 15 إلى 8 درجات في الطفيلة 13 إلى 8 درجات معان 16 إلى 6 درجات جبال الشراح 11 إلى 6 درجات أجواء لطيفة في العقبة من 24 إلى 16 درجة مئوية في ساعات المساء رويشد 19 إلى 8 درجات في الصفاوي 20 إلى 9 وفي الأزرق من 20 إلى 10 درجات مئوية كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز تقس العرب إلى أن نلتقي في نشرات قادمة دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة